يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه اول حاجة جماعة شكرا شكرا على التفاعل اللي صار في الحلقة الاولى انا مصدوم واللي ورا الكاميرا مصدوم والعال هنا كمان مصدومين احنا والشي موجودين هنا حاليا في طريق الامير سلطان في جدة في صالة لديموند انت لو قالوا لك تحضر فيلم في السينما ولا تحضر في نتفلكس ولا اتش بي او ماكس ولا المنصات المنزلية دي بتختاريش في السينما طبعا طيب لماذا يعني تكون الشاشة اكبر الجوم مهيئة اكثر للمتابعة الفيلم سماعات تجربة سينمائية كاملة شاشة كبيرة اصوات جمهور ترى اجابتك مرة ممتازة تدري ليه لانه اتش بي او ماكس اللي هي المالك تبعهم وارنر برادرز قالوا لك يا ابو احنا بنسوي حركة في 2021 كل الافلام المنتظر كل الافلام المهمة اللي بتنزل في 2021 بنعرضها في منصة اتش بي او ماكس اللي هي زي منصة نتفلكس وكذا وبنعرضها برضو في السينما الناس قالت يا والد ما يصلح ايشة كلام هذا فحاليا اتش بي او ماكس او وارنر برادرز ما صرح والاشي قالوا احنا ماشيين وصاملين في الموضوع فاجابتك اجابة منطقية شان كذا انا انبسطت من اجابتك وفعلا تجربة سينماية ما تتعود صح احنا نحب نشوف الافلام في البيت مين ما يبغي يشوف الافلام في البيت بس تجربة سينماية حاجة ممتازة سينماية افضل صوت صورة جمهور وشاشة كبيرة في المصعد هنا الدور صفر واحد اثنين اثنين وحطين شعار لي دايموند بينغو الى صالة لي دايموند اللي ورائع اول حاجة في صالة لي دايموند عشان تعرفون انها متاحة للعوائل ومتاحة للشباب ومتاحة للكائنات الفضائية عادي انت كائن فضائي تعال بس همشي تعال هيئتك البشرية لا تجيني برأسك الكبير معاش الله يطردوك وهمشي لبس كمامة غير كذا يوار ويلكم اول حاجة عندنا هنا قاعة لي دايموند للاحتفالات تجي هنا يا حبيبي تستأجرها او تجي تدخل تفرج مباريات مباريات عربية اجنبية اي حدث يظهر في التلفزيون المهم راح يكون موجود في القاعة في جلسات كوفي عادي تطلب من الكوفي وترجع تجلس هنا تلعب ورق تلعب شطرانج اين كان لناسبك وهنا لو تجوا معاي هنا بتشوفوا صالة التنس ومش بس كيدا بليستيشن تلعب بليستيشن تعال في ثلاث جلسات بليستيشن تلعب تكسر أخوياك بليستيشن بعد تحول معهم تكسر راسهم في التنس بعد تنزل عليهم بلياردو اللي يعجبك طبعا في حوالي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اثنى عشر حوالي اثنى عشر طاولة بالإضافة للطاولة اللي في الغرفة غرفة غرفة خاصة تيجي يا حبيبي بتخوش حتى الباب بيمفتح لتكثمتك وعندك حبيبي هنا في طاولة بلياردو خاصة فيك ومش بس كيدا عندك كمان دورة مياه الله يكرمك وكمان جلسة خاصة وشاشة خاصة مع البليستيشن الخاص يعني ما عليك اللي تيجي تفل تستعجرها ساعة ساعتين ثلاثة انت وأصحابك انت وأهلك تيجي هنا تنبسط تعيش يا أمي والقهوة موجودة والكافي موجود كل شي متاح تعطيك العافية كابتن عافيك حبيبي عجل السؤال يقول أول شي لك في الأفلام ومسلسلات أكيد والأنيمي أكيد عارف انك أنيمي حقنا الأنيمي نعرفون سبحان الله مدري كيف بس كده حقونا الأفلام دولة هي عنصري أنا عارف انك أنيمي لأنك صاحبي خافي نفرش إيش التجربة اللي ودك تعيشها جوة أنيمي كده ودك تخش جوة أنيمي وتعيش شخصية معينة داخله ده في الأنيمي هجوم العمالقة والله هجوم العمالقة Attack on Titan دقيقة خلينا نتغاضى عن فكرة أنه أختار هجوم العمالقة اللي كله قتل وذبح عنصرية ألم ألم من أول ولين آخر بنتجاوز الجزرية دي بس بنشوف إيش إيش الشخصية اللي تبغى تعيش تجربتها داخل Attack on Titan اهي أنا شوف العملاق المدرع العملاق المدرع يس أنت عرف أكثر عملاق طيب هنا الداس هل أنت معجب بشخصية أم لا بشكل العملاق تبعك أم لا الصدق صراحة بشكل العملاق طيب حلو الكلام السؤال اللي بعد ما له علاقة في الأنيمي ولكن نحتاج أعرف إجابتك فيه إيش تفضل التجربة السينمائية داخل السينما ولا التجربة السينمائية المنزلية يعني تشوف فيلم في البيت ولا تشوف في السينما والله لحسب بس أنا أشوف السينما عندي يعني أرجح لأكثر لأنها جديدة علينا هنا في السعودية ولا لأن التجربة السينمائية فعلا عجبتك لا شوف في السينما غير أنت ما تطلع على جمهور كلهم جايين يتفرجوا نفس الفيلم تجد تشوفوا على الهدوء اللي حيصير لا نت لا إزعاجات لا أي حاجة هدوء فشارك عصيرك جنبك استكنان أقولتهم تركز على أدق التفاصيل تشوف الفيلم بيرفكت صراحة أنا شوف كذا ما فيش أخر فيلم شوفته في السينما والله كان فيلم تينيت لكن اهلا اللي وديه تينيت ايش راقب فيلم تينيت لكن كان فاشل والله فيلم تينيت اه احترم نفسك اه حدا الآن أنا متأكد من يوم فيلمين أنه أنت بنفسك يمكن ما فهمت لخمسين فيلمية منه تتوقع أني أنا فهمت خمسين فيلمية تحديري أقول لك أنا ما فهمت خمسين فيلمية كافو يعني فيه تفاصيل معينة مفهومة بس بعدين فيه تنقيز وفيه والله أشوف ما أقف فيك يعني كريستوفر نولن بحد ذاته هو كده يحب التعقيد يعني بلا تفرج فيلم عشان مخرج ولا عشان فيلم نفسه أنا أتفرج عشان مخرج إذن أنت نفسية لو جاتك فرصة أنك تعيش تجربة داخل مسلسل إيش رح يكون هذا المسلسل بريكين بات أكيد بريكين بات يا مجرم أصبر دقيقة أشعر بيسو المثل والتروائي والتروائي طيب إيش اللي عاجبك بشخصية وبالضبط غريبة قصته غريبة عموما يعني أيام مش أعيش تجربته بس يعني انترستد بس ما تبعت عشان شربته لا 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 نسمع لناك إيكيد ما بيجيب النفس وكلام لو خيرك أنك تروح تشوف فيلم في السينما ولا تشوفه في البيت إيش بتختاره بصراحة أنا أحب السينما أكتر ليش؟ الجو العام الممثلات الصوتية التفاعل الجمهور مع الأحداث حق الفيلم مشيقة أكتر في السينما انت عارف انوارن برودرز عنده منصة اسمه اتش بي أو ماكس أخت نتفلكس طلعوا يا حبيبي قالوا يا ابوي من 21 من 2021 كل أفلامنا راح تعرض في السينما وفي نفس الوقت بتعرض في المنصة انت تشوف انو هذا القرار قرار سليم ولا راح يأثر على الصناعة السينما بشكل عام كأنا كمتفرج اقول لك لا انا معه بس انا كمثلا لو حط نفسي صانع صانع السينما لا بالعكس هيضره هيضره البزنس حقه بما انك تعرض في السينما معنات وين بتعرض في السينما بتعرضه كمان في المنصة انت معناتك قاعد تساهم في انك تدمر الصناعة السينماية بشكل عام والتجربة السينماية بس اجيابة جميلة شكرا الله يا فيك شكرا الله يا فيك شكرا الله يا فيك أول شيء لك في الفلام والمسلسلات ولا كلاهما ليه في الاثنين طيب افلام والمسلسلات تفضل المسلسلات طيب حلو الكلام ايش المسلسل اللي ودك تعيش كتجربة كده ودك تخوض تجربة شخصية داخله The Punisher The Punisher مظلوك لماذا؟ ليش؟ لانه عايش شخصيتين مجرم وفي نفس الوقت عايش حياته عادية يعني انت تبقى تكون مجرم وشخص إنسان طبيعي في نفس الوقت؟ تقريبا طيب اعبا تعطيني كده فكرة سريعة عن مسلسل The Punisher لان انا ما تابعت الابدايات بس كده بالمختصر هو كان في الجيش وخرج من الجيش وبعدها ساروا للجيش ساروا يقتل أصحابه هو ترك الجيش وبعد ما ترك الجيش صارت تجي مشاكل من الجيش؟ من نفس الجيش طيب ساروا يقتل أصحابه كانت المهمات اللي يسووها اساسا إرهابية يعني هو ما تحول لمجرم يعني ما هو مجرم بقد ما هو يعني يحاول يساعد أصحابه نقول كده؟ تقريبا ايه سؤال ثاني على السريع ايش تفضل التجربة السينمائية داخل السينما ولا التجربة السينمائية في التلفزيون في البيت؟ في البيت ليش؟ عادي يعني الجلسة في البيت أحسن من السينما يعني طيب يعني انت أو أفهم من كلامك انه عادي لو تقفلت السينما بكرة؟ عادي والله عادي ايش ما عم اصرقت معه قطيق العابية الله يعني شكرا لك ايش المسلسل اللي يودك تعيشه كتجربة شخصية داخله فيكينغز وشخصية راغنر ليش؟ شخصية رهيبة حتى لو انت ما معجب المسلسل حتى تعجب بالشخصية اصلا طيب ايش الشي اللي تميز اللي تميزت فيه شخصية راغنر أنا للأمانة شفتها بعت منه شوط مرة طويل ولا اني فاكل بس للأمانة اتفق معك شخصية راغنر شخصية قيادية بس اريد اخذ رأيك في الشخصية نفسها يعني هي شخصية متمرد مجنون يعني يتويرك اشياء انت متوقعها اصلا وفي نفس الوقت انه ينجح فيها اشياء كثير ينجح فيها سؤال ثاني اضافي خارج الموضوع بس لانه اثار الجدل في الساعة السينماية مؤخرة يعني بعد كورونا وبعد الدنيا ذي ظهرت منصة اسمها HBO Max تابع الورنر بوذرق تسمعت فيها؟ لا والله الفكرة انه حاليا السينما معرضة للشتداون بس على المدى البعيد بس سؤال يقول انت تفضل التجربة السينمائية في السينما ولا في البيت لا في السينما طبعا لايج بتعيش التجربة او ممكن الجو حق السينما غير عن البيت تقريبا البيت يعني ممكن النت عندك ما يكون كويس او حاجزك عشان تتفرج وانك تتحمل اسم الفيلم غير هذا انه العيلة برضه تكون موجودة عندك فانت محتاخد راحتك مثلا في الفيلمة وشا زي كده بس هناك كنت احتاخد راحتك اكثر وصمت ودنيا وظلمة والامور كلها عندك تماما يعني انت تفضل التجربة السينماية الاصلية شاشة كبيرة اصوات جمهور هدوء استكنان الناس جاي التابع فيلم ممتاز نجابتك حلوة تدليلش لانه حاليا فعلا الجمهور زعلان انه صناعة السينما ممكن تندثر كيف السينما الشي الكبير الشي العريق هذا فجأة ينقفل بسبب نتفليكس بسبب اتش بي او ماكس ولكن غالبا يعني نقول ان شاء الله انه مات ينقفل الله تعطيك العافية حبيبي شاكر لك انت را حرك عليكم في البداية بس ايش قصناها طيقة العافية لك في الافلام ولا المسلسلات او كليهما والله ليه في الاثنين بس ممكن مسلسلات اكثر طيب حلوة الكلام ايش المسلسل اللي ودك تعيش تجربته او ايش الشخصية اللي موجودة في مسلسل ودك تعيشها كتجربة فعليا والله في اه توماس شيلبي في بيك بلاندرز ممكن يعني اتمنى انه يكون مكانه او كنت تعلم انه توماس شيلبي مجرم ايو عارف يعني شوف الكارزما يعني كل اللي تابع بيك بلاندرز يعرف توماس شيلبي الكارزما يعني محبوبة من جميع اللي تابعوا بيك بلاندرز توماس شيلبي توب خلينا نقول انك عاجبتك الكارزما تبع توماس شيلبي بس الجانب الاجرامي انت متفق معه صحيح ايه نقول ايو عشان يوتيوب طيب السؤال الثاني ايش تفضل التجربة السينمائية البحثة في شاشة وجمهور وكراسي واصوات ولا تفضل التجربة المنزلية تلفزيون وجلس وخلاص لا السينما طبعا السينما يعني اتفرج فيلم في السينما وتفرجوا بعدها الحالي السينما يطلع احلى كثير افضل من ناحية قصدك كتجربة سينمائية تجربة ويعني يعيش الفيلم اكثر في السينما طيب هل انت معه ولا ضد انه السينما تتقفل فور ايفر لا طبعا ضد تجربة مرة يعني مختلف فعلا في البيت طيب لو قلتلك ايش العيوب في التجربة المنزلية والله ممكن عشان الناس في السينما يعني معاك ناس وبيعيشوا معاك وتسمع ضحك مثلا فيلم مضحك وتسمع ضحك بتتثر باللي حالك يعني انا قصدك انه تجربة السينماية ناس جاهزين يتابعوا فيلم في البيت لا قروشة وازعاج ممكن واحد يتخل عليك وعلى قولة زميلك يفصل النت وكذا صح صح صادق ايه شكرا لك عندنا سؤال اول شي لك فى الفلام والمسلسلات ولا لك فى الاثنين فى الاثنين بس فى المسلسلات اكثر طيب جميل ايش المسلسل اللى تحب تخوذي تجربته او ودك تعيش تجربة شخصية داخله مسلسل بريزون بريك شخصية مايكل سكوفيل ما انا انت عارف صراحة بس اوكей بريزن بريك انت معجبه بشخصية مايكل سكوفيلد كشخصية كذا و٪ك ذكاءه ولو ودك تعيش تجربته هو فعلا شوف بصراحة أجوال مسلسلة بشكل عام تخليك نفسك تدخل معهم وتعيش التجربة وهكذا شخصية مايكل سكوفيل شخصية جدا ذكية وفيها أحبك فأنا أفضل أنه شخصية ذكية شخصية متهورة يعني أنت معجبة بذكاء مايكل سكوفيلد كذكاء وكطريقة تعامل مع الأمور وفي المسلسل يعني ودك تعيش تجربة داخل السجن وتهربي بنفس طريقة مايكل سكوفيلد ايوه السؤال يقول أنت تفضل التجربة السينمائية داخل السينما ولا تفضل التجربة السينمائية في البيت لا صراحة التجربة السينمائية أفضل لأنه لها أجوال خاصة لها يعني تجربة ثانية يعني مو زينما تتفرج في البيت يعني لها أجواء ثانية فيلم مع أصحابك كده كده قدامكم شاشة كبيرة فأفضل أنه صراحة لا في السينما كده لو قالوا أنه احتمالية أنه السينما تنقفل تماما وخلاص نصير نتفرج على أفلام من البيت هل تفضل أن السينما تنقفل وتوز في المنصات وخلينا نتفرج في السينما؟ يعني أحس أن لها دحين فعليها حلوة يعني وجودها شيء حلو وأساسي من مرة قديمة وهم في عندهم سينما فلا أجوال خاصة وهذا مو معناها أني برضو ما تفرج في البيت لأ تفرج في البيت بس برضو لها وقت ثاني ممتاز يعني أنت تفضل وجود السينما ووجود الاثنين الخيارين متاحة بس ما يقفل واحد منه تفضل وجود الاثنين صراحة الله أعطيك العافية شكرا لك طيب الحين سألنا كلنا وسأل الفصالة كلها هو تعال وهو ما سألنا إيش الفيلم أو المسلسلة تدمنى تكون أنت فيه أعيش تجربته آه والله سؤالكم صعب عيالي حلو سألكم أنا اللي مقتنع طيب السؤالة أنا تأثرت الفيلم اللي ودي عيش تجربته هو فيلم للامانة بس أخي أجواء رهيبة شوفت أكثر من مرة اسم فيلم اللي المخرج اسمه ايش اسم الفيلم طب خليني تفلسف شوية لا دي تفلسف ترطف شو منك ضعيب أوكي فيلم للمخرج ودي آلن اسمه ميدنايت ام باريس بقول لك ليش قصة الفيلم كده باختصار كان شخص راح لباريس هو زوجته أو خطيبته وفجأة بعد الساعة 12 في الليل صارت تصير متجربة كده كانوا يسافر عبر الزمن ويرجع إلى حقبة زمنية قديمة الضائر قبل خمسين أو مئة سنة شي زي كده ويعيش التجربة معاهم يقابل الشعراء أنا موش قصة يبقى قابل الشعراء وكده أجواء الفيلم كانت رهيبة باريس والأجواء حد باريس فاهم عليه؟ طيب دحان البطل هاد اللي بتعيش شخصيته إيش وضعه؟ إيش وضعه؟ رجال رومانسي ويحب الأجواء رومانسية وشاعري ورهيب يعني رومانسي خشم إيش بخشمي إيش في أحسن من الناس يعني رومانسي أيو ما أقصد الرومانسية هل توقعين ذا شيء؟ أنا ما توقع أنا أبغى عيش التجربة نفسه حقه يا تركي يلا السؤال اللي بعد وخلص علي يلا حسين ما عندي وقت ما مساعدة طيب بالنسبة للأفلام هل تحب تشوفها في السينما أو في البيت؟ والله يشوف أنا كنت في البداية بقول لا الشينام ماي أبوي وزعلان لأنه كريستفر نولن شفته زعلان صرت زعلان أنا أي شيء يسوي كريستفر نولن أنا ألحق وراه أحبه المهم فشوف أنا ماني معا إنه السينما يصير لها خلاص شتداون تقفل بس برضه ما عني ضد لا مو كده إيش قاعد يقولين أصف أصف يعني أنا ما عندي مشكلة أنه يصير في خيارين حكم الفلسفة تعبتك ما عندي مشكلة أنه يكون في خيارين متاحة أقدر أشوف الفيلم في السينما وأقدر أشوفه في البيت تفضل فين بخلق نكمل لا خليك لا قاعدت فلسف كثير والناس قاعدت نستنى إجابة خلص أحب الأثنين عادي ما عندي مشكلة بس لحظة في معلومة مهمة في معلومة ليش قولي ليش لأنه يا أخي في ناس ما عندهم سينما للغين يعني أنا والله ما أعرف إش المدن اللي ما فيها بس أنا متأكد إنه في مدن ما فيها سينما نحنا قلنا لو في سينما نحنا قلنا لو في سينما هل تقبط شوف الموفي في السينما أو في البيت ما تقول لي واحد ما تقول لي اثنين إذا في سينما في كل مكان وفي كل مدينة إيوه آآ لا أنا مع إنه السينما تظل وتبقى المنصات خيار كويس بس مو معناته أنك تروح تعرض للفيلم في السينما وفي نفس الوقت تعرضه في المنصة يستهبال هذا إيوه استهبال أنا أنا مع أم نولد أقدر أروح؟ يلا حيو عبدالعزيز عبدالعزيز طبعا مالك صاحب الصالة فنبنسألك الأسئلة السينمائية اللي جينا نطرحها في صالتك لازم تكون عارفة الأسئلة ولا كيف؟ جميل جميل حبيبي أهلا وسهلا فيك أولا ثانيا نرحب بمتابعينك الكرام ونحن شركاء نجاح دائما أنا لا أفضل طرح إنه هذا مالك الصالة ولا بقدر ما إنه دايما بكم ومعكم ننجح إن شاء الله الآن الاعتراض اللي وصل من صناعة الأفلام نفسهم من الناس اللي شغفها السينما والشاشة الكبيرة قال لك يا حبيبي قاعد تطرح خيارين بإمكانك تجلس في البيت وتشوف الفيلم في البيت ممكن أنك تدفع فلوس وتروح شوف في السينما فالشيء هذا ممكن يأثر على الصناعة السينما نفسها ممكن بعد فترة السينما تتقف تتشوف إنه ذا القرار في صالحنا إحنا كمتابعين أو إيش ممكن يكون أثره على البدل بعيد بشكل عام أنا أرى إنه القرار مدروس ومحسوب الأهداف والنجاحات أو عدم النجاح ولكن في الأخير الرؤية للشركات الكبرى هذه لها مدى بعيد جدا ورؤية أوسع من يعني إنه تقيمها كعميل ممكن في المستقبل تطرح أفكار معينة في المنزل نحن في طفرة تكنولوجية عالية جدا مساحة سينمائية أكبر فكلما كانت السينما بجانبك وفي داخل بيتك استطعت إنك أنت تبحر فيها في مجال أوسع وأكبر أنا أرى إنه مع هذا القرار لأنه يسهل عملية وصول واستهداف أكبر شريحة ممكنة على مستوى العالم ما يضر إنك أنت تطلع يوم في السينما تغير يعني جو الأسرة معك والأصدقاء بشكل عام لكن في يعني نحن نأخذ على سبيل المثال الله لا يعيدها جائحة كورونا كانوا الناس متسمرين بشكل كبير جدا على نتفليكس وبرامجها وأفلامها وإلى آخرة فبالتالي لها سوق ولها رواج معين أنا معه إنه الشخص يكون له مساحة أكبر تتحلو الأهداف وهو يستطيع أن يتحكم في قرارة نفسه من مدى نجاح أو إخفاق هذه القرارات معناته إنك أنت معه إنه تظل الصناعتين موجودة مع وجودة السينما تكون موجودة والخيار المنزل يكون موجود لكن إنه السينما تتأثر ما أنتم على ذا الشي دون أدنى أشك إنه السينما ماضية وبقوة كما طرح خياره إنه المنزل يكون فيه خيار مشاهدة السينما هتتطور وتحاكي رؤية أوسع وأكبر من الموجودة الآن التكنولوجيا قادمة زي ما قلت لك هتتسع الخيارات الرؤية هتكبر وأكبر فتكون منافسة أعظم وفي الصالح المتلقي اللي احنا المسوقين لنا سيكالعافي أبو عزة شكرا لك وكذا نشكركم على حصنا المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة يا جماعة وضغط على زر الإعجاب لو أنتم مشتركين وتفعيل زر ستنبعد عشان توصلكم فيديوهات أول بأول كان معكم الوجيه من صالة لدايموند في طريق الأمير سلطان كمان الله